تنفيذا لتوجهات اسمو الشيخ حمدان بزايد آل انهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيسي هيئة الهلال الأحمر اعتمدت الهيئة صرف تعويضات مالية للمتأثرين من الأمطار الأخيرة في إمارة رأس الخيمة لمساندة الأسر المتضررة على تجاوز تداعيات الأمطار الغازيرة التي تأثرت بها بعض المساكن خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من الأودية ودعت الهيئة المتأثرين الذين لم تصل إليهم فرق الهيئة إلى التوجه لأي من الفروع الهيئة الذي يقع في إطار سكنهم والإبلاغ عن الأضرار أو الخسائر التي لحقت بهم جراء الأمطار